السلام عليكم في يوم 3 أبريل سنة 2021 وفي حدث علامي وتاريخي شهدوا الملايين من جميع أنحاء العالم تم نقل 22 مومية و 17 تابوت فرعوني في موقف مهيب من المتحف المصري بالتحرير مرورا بكورنيش النيل ومصر الأديمة ووصولا إلى متحف الحضارة المصرية بالفستات واللي بيعتبر المستقر الأخير للموميوات المصرية وكالعادة المصريين أبهروا العالم في الفيديو ده هنتعرف أكتر على متحف الحضارة المصرية واللي بيعتبر فريد من نوعه في مصر والعالم العربي واللي بيقدم نظرة شاملة عن الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى اليوم عن طريق إظهار التفاعل بين المصريين والأرض اللي عاشوا عليها على مر التاريخ وهنعرف من المعمال المصري اللي صممه واللي بدأ تصميمه من سنة 1983 وحاليا تم افتتاحه في سنة 2021 وهنعرف لي ما تنقلتش الموميوات للمتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات زي ما كان متوقع واللي بيعتبر أكبر متحف في العالم واللي هيتم افتتاحه قريبا إن شاء الله ولكن قبل ما نبدأ الفيديو لو انت أول مرة تشوفنا ومهتم بالعمارة والعمران شرفني اشتراكك في القناة ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير ويلا بنا نبدأ الحلقة أهلا بيكم القصة بدأت سنة 1982 لما أعلنت منظمة اليونسكو عن حملة دولية لإنشاء المتحف القوم للحضارة ومتحف النوبة بأسوان عن طريق مساب أعالمية شارك فيها 65 جهة من مختلف دول العالم وفاز فيها المعمار المصري الدكتور الغزالي كسيبة أستاذ العمارة بكلية الفنون الجميلة وتم الاستعانة بالمهندس الياباني المشهور أراطة إيسوزاكي لتصميم مساحات المعرب وفي سنة 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالهسطات بدلا من الموقع السابق بالجزيرة على النيل وفي سنة 2000 تم البدء في عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف وفي سنة 2002 تم واضح حجر الأساس عشان يكون المتحف واحد من أهم وأكبر متاحف الأثر في العالم وأول متحف يتم تخصيصه لمجمع الحضارة المصرية وفي سنة 2017 تم عمل افتتاح جزء للمعرض وافتتحت قاعة العرض المؤقت والتي ضمت معرض للحيرة في الصناعات المصرية عبر العصور المتحف بيقع بالقرب من حصن بابليون وبيطل على بحيرة عين الصيرة في قلب مدينة الفسطات التاريخية بمنطقة مصر الأديمة بالقاهرة ومدينة الفسطات هي المدينة اللي بناها الصحابي الجليل عمرو بن العاص ودفن فيها بعد ما فتح مصر في سنة 641 ميلادي وهي من أحياء مصر الأديمة ومن أبرز المعالم في مدينة الفسطات جمع عمرو بن العاص وكمان حصن بابليون وبتبلغ مساحة المتحف حوالي 33 فردان منها 130 ألف متر مربع من المباني والباقي لاند سكيب وحضائق حول المبنى لو تكلمنا عن الفكرة التصميمية للمشروع فزي ما قلنا المتحف ده فريد من نوعه لأنه بيعبر عن تاريخ الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر العصور المختلفة بدءا من العصر الفرعوني ومرورا باليوناني والروماني والقبطي والإسلامي ووصورا للعاصر الحديث المعاصر وده كان تحدي للمصمم ولذلك كانت الفكرة الرئيسية في تصميم المتحف زي ما قال المصمم بإنه لا يرمز لأي فترة من الفترات اللي كونت مصار الحضارة المصرية وده لإن المتحف هيضم كل الحضارات اللي مرت على مصر فما ينفعش المتحف ياخد طابع أو شكل معين أو يرمز لفترة معينة دون غيرها ولكن نستلهم أصول من الحضارات دي وليس أشكال صريحة أو مكتزئة المتحف هيدوم أكتر من خمسين ألف قطعة أثرية هتحكي مراحل تطور الحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الحديث المشروع كمال شمل تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف ومن أهمها بحيرة عين الصيرة اللي تحولت من مكبل النفايات إلى واحة جميلة وده كان الهدف أن يكون ما خارج المتحف مثل ما يوجد داخله المشروع حيضوم 9 قاعات للعرض القاعة الرئيسية واللي بتحتوى على العدد من القطع الأسرية اللي بتعطي للزائر فكرة متكاملة عن الحضارة المصرية وأهم إنجازاتها عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى الثقافة التقليدية والموروث الشعبي اللي توارسوا المصريين عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى 6 قاعات عرض كل قاعة هتتناول موضوع مختلف زي الحضارة والنيل والكتابة والدولة والمجتمع والثقافة والمعتقدات والأفكار بالإضافة إلى أهم جزء في المتحف وهي قاعة عرض المميوات الملكية وهي أهم ما ينفرد به المتحف واللي صممت خصيصا لعرض المميوات واللي هتكون تحت الأرض عشان تحاكي وتهيئ الزوار لأجواء منطقة وادي الملوك اللي تم فيها اكتشاف أغلب المميوات كمان المشروع بيضم قاعة العرض المؤقت واللي فتتحت سنة 2017 واللي بلغت مساحتها 1000 متر مربع وبتضم معرض مؤقت للحرف والصناعات المصرية عبر العصور بيهدف للتعريف بتطور الحرف المصرية زي الفخار والنسيج والنجارة والحلي وبتضم القاعة حوالي 420 قطعة أثرية مختارة من بعض المتاحف والعديد من المجسمات بالإضافة إلى شاشة عرض كبيرة بتعرض عدد من الأفلام الوثاقية اللي بتتناول تاريخ كل حرفة وتطورها عبر العصور المتحف كمان بيضم مركز بحسي لعلوم المواد القديمة والترميم مجهز بأحدث الأجهزة العلمية للفحوص والتحاليل الخاصة بالأثار كمان المشروع بيضم مخازن لحفظ الأثار مجهزة بأحرص التقنيات العلمية الحديثة على غرار المتاحف العالمية زي متحف اللوفر والمتحف البريطاني بالإضافة لأبنية الخدمية والتجارية والترفيهية واللي هتمكن الزائر للمتحف أن يقضي يوم ترفيه كامل مع توفير كل ما يحتاجه المتحف كمان هيكون مقار للصدافة مجموعة متنوعة من الفعاليات زي عروض الأفلام والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة الثقافية والمتحف بيستهدف الجماهير المحلية والأجنبية وهيكون مؤسسة متكاملة لها دورها المتميز في نشر الوعي الأثري والتعريف بدور مصر في إرساء دعائم الحضارة الإنسانية وبلغت تكلفة إنشاء المتحف حوالي 2 مليار جنيه حسب تصريح وزير السياحة والأثار كانت كل التوقعات بتشير إلى أن نقل المميزات هيكون للمتحف المصر الكبير اللي بيقع في منطقة الأهرامات واللي بيعتبر أكبر متحف في العالم وجاري الآن وضع اللمسات النهائية ليفتتاحه قريبا إن شاء الله وفي تصريح لدكتور زي حواس وزير الأثار السابق واللي قال إن متحف الحضارة يعد واحد من أهم وأبرز متحف الأثار في العالم ولابد أن يكون لكل متحف بطل كي يتجه إليه الزوار ولذلك ستصبح المميوات الملكية هي البطل الرئيسي لمتحف الحضارة وهي وجهة نظر تعتبر بحيث إن كل متحف في مصر يكون في شيء ييميزه عن المتحف الأخرى وده يخلي الزوار يزوروا كل المتاحف وده بالتأكيد أفضل من وضع كل الأثار في متحف واحد الجديد بالذكر هنا إن المعماري الدكتور الغزالي كسيبة بدأ في المشروع في سنة 1983 بعد ما تم اختياره لتصميم المتحف وظل يعمل على المشروع حتى تم افتتاحه في سنة 2021 وفي بوست على حسابه على الفيسبوك ذكر ابنه المهندس كريم كسيبة بالتزامن مع احتفال نقل المميوات للمتحف كم الصعوبات والمعوقات اللي وجهتهم في تنفيذ المشروع من تغيير موقع المشروع والإدارات المتعجبة والروتين ومرورا بظروف البلد خلال بعض الفترات واللي كان عمره وقت بداية المشروع حوالي خمس سنوات وأخيرا هو حاليا على عتاب 44 سنة تم افتتاح المشروع وبيقول أنظر إلى اليوم لأرى مشروع ظل على الورق وعلى الموائد وفي العقل والنفس يتحول إلى واقع كجبل الجليد بكل ألامه وصعوباته ونجحاته وأقول الحمد لله مشروع بدأ وأنا عمري خمس سنوات والآن أنا على عتاب 44 سنة وأنا بفتكر أحداثه كإني بسترجع تاريخ حياتي وده بالفعل اللي قاله الدكتور الغزالي اللي عبر عن ساعاته بافتتاح المتحف ووصفه كما لو كان طفل صغير وكبر وبيشوفه هو كبير في درس مستفاد للمعمريين عن الإصرار والصبر فمتخيل إنك تفوز بجيزة وتصبر لما يقارب 34 عام عشان تشوف افتتاح المشروع فتحية إعجاب وتقدير لهذا الرجل أخيرا المتحف فتح أبوابه بالفعل لاستقبال الزوار ويتم عرض المميوات والتوابيت اللي تم نقالها يوم 18 أبريل الحالي موضوعها المخصص وأسيب لكم لينك لموقع المتحف عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن موعيد الزيارة وأسعار التذاكر وكمان هتلاقوا المصادر في الدسكريبشن بس كلا ده كان فيديو النهاردة أتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تشيركوا في القناة وشير للفيديو لو عجبكم هشوفكم على خير ودومتم معمريين